مصر مقصرة ايه يا جماعة مصر ما بتقصرش عشان ما ستبقى فاهم ومصر اكبر بكتير بكتير مما قد يتصوره البعض يعني ايه يعني مصر عندها نبل ده واحد اخلاق ده اتنين ثوابت حقيقية في مسألة تخطي الخلاف السياسي في وقت الازمة يعني ايه عندنا تبينات كتير ما بيننا وما بين تركيا قبل كده في شكل من اشكال التقارب ما شفناه لما لقينا اللقاء اللي حصل ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجب طيب اردوجان في تحكاس العالم في قطر بس هنا اعرف قيمة مصر عاملة ازاي عاملة انه عندما اقدم الاغاثة للمنكوبين في وقت الازمات انا اتخطى السياسة انا اتخطى الخصومة انا اتخطى الخلاف والاختلاف انا مصر وبالمناسبة مصر اكبر من انها تحوش او تضمر المرارة في قرارة نفسها تجاه الشعوب اصلا احيانا كانت تحدث اغطاء بسبب فرد مفهومة فيبوز علاقتنا بقرة يلا هنا اعرف الفرق بتاع ازاي رئيس بجد قائد بجد زعيم بجد انسان بجد فهم يعني ايه دولة دار كيفية ادارة الدول والعلاقات ما بين الشعوب ومعنى الفرق ما بين العلاقات الانسانية وما بقى والحس الانساني وما بين الازمات او الخلافات او 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 ده الفرق بس انا مش والله احنا قدمنا اغاثات من مبلغ كام هي مش كام احنا مش في السويقة القياس المالي ده ده قياس عبيط بالمناسبة القيمة عمرها ما كانت قيمة الفلوس فيه تاجر مخدرات اغنى مني يبقى هو احسن مني مش بالفلوس علشان لو حد جي قالك ويطرى الاغاثة اللي بعتتها مصر قد ايه مش مهم قد ايه كتير قليلة من الصلوص انت تقييمك ايه ان فيه انسان مات ان فيه شعب منكوب او جزء منه او قليله وانا تمنى يبقى اقل القليل يا رب ما كان يبقى فيه حد خالص عنده مشكلة في الدنيا مش بس في تركيا يا رب مين اللي يفرح في الموت ولا يشمت فيه ولا يفرح في نكبة ولا يشمت فيها ولا يفرح في ازمة ولا يشمت فيها ايه ده تنعدم الانسانية يعني دي الكارسة اللي انت شايفها مين اللي يفرح في حاجة زي كده او مين اللي يقدر يتجاهل ده يعني فين الضمير هو الاسف ممكن تلاقيه فيه ضمائر اخرى يعني لكن اي ضمير حقيقي ما يبصش على دي باعتبارها كارسة انسانية ويفكر في الازمات السياسية او العلاقات السياسية اذا كانت متوترة ولا مش متوترة طب يطرى حجم العلاقة عاملة ازاي طب يطرى هو احنا لا 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 انا اقدر لا اول مرة في حياتي امطقها بمثل هذا المنطوق الرئيس عبدالفتاح السيسي ما بيفكرش كده وانا دايما ضد فكرة الرئيس يرى الرئيس يفكر طريقة لا احد يعرف كيف يفكر الرئيس اللي يجي يقولك كده ما اي حد من الاصدقاء الزملاء ولا حد عارف علاقتنا برئيس هي علاقة الصحافة برئيس الدولة المشاركة في صناعة القرار المشاركة في نمط التفكير انا اعلم كيف يفكر الزعي لا 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 انا مش عايز كده خالص لكن اللي اقدر اقولهولك بالتجربة بتاعتنا احنا كلنا بقى كمواطنين هكذا بقى يفكر الرئيس في هذه الامور هو لا يرى الا الجانب الانساني فقط فقط دولة منكوبة وهنقف معاها قدر استطاعتنا ومش هنفكر نقدم رجل ونأخر رجل القرار بيتخد كده ازاي نقدر نفوت مشهد زي ده لا ازاي نفكر في ان احنا ممكن ما نعملش حاجة ازاي يعني وبالتالي تروح المساعدات لسوريا وتروح المساعدات لتركيا وياريت يبقى عندنا اللي يخلينا نقدر نعمل قد كده الف مرة كمان لانه تاني هي القصة مش قصة بكام ولا قد ايه هي القصة قصة انسانية محضة اللي عنده ضمير واللي ما عندوش اللي قمته هي ارثو الاخلاقي ارثو الحضاري ارثو الثقافي واللي ما عندوش والحاجات دي ما بتتشراش ومحدش هيتعلمها دي حاجة بتبقى موجودة في ضميرك الجمعي مش حاجة ما نستخدم كده مصارك الضمير الجمعي لو شفت اي مصري في الشارع هاجي يقولك لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا ينجيهم مش هيقول غير كده المصري يصله محترم قوي المصري بشكل عام محترم شيء الحقيقة صعب صعب انت عارف انه تبقى نلاق يعني العلماء والناس بتاعت البحوت الفلاكية والابحات الجيولوجية وده رسي الحركات والواحة التكتونية كل الكلام الجميل الصعب علينا ده ولي بقولك دي اكبر كارثة ضرب التركية من 80 سنة زي ما نقفش جنب الناس نقف طبعا مصري كبيرة قوي قوي ما نبصش كده في حاجة اسمها الانسانية محتاجة بعضا في حاجة اسمها الضمير البشري محتاج بعضا وبطبيعة الحال هو يحتاج لفجر هذا الضمير فجر الضمير هو أم الدنيا مصر مش عافية والله معافية والله العظيم احنا في مصر مش حاطين منخرنا في السماء احنا فعلا كده هنعمل ايه طيب كده دي مش منخرنا في السماء احنا فعلا فجر الضمير احنا فعلا اللي عملنا الحضارة احنا فعلا اللي عندنا كل ده هنعمل ايه طيب يعني ربنا سبحانه وتعالى اخترنا نعترد أوجد عندنا ضمير وأخلاق ونبل متوارس نقوله لأ النبي يا رب بعد عندنا النعمة دي طبعا لا أم الدنيا وهتفضل أم الدنيا بالطول بالعرض هي أم الدنيا كنا بنكلف الحكاية دي بر قبل ما ندخل فيها حد من زمالي بيقول لازم الناس تبقى شايفة أنه إحنا جمديين إحنا أقوي يا رجل ده إحنا أقوى جيش في المنطقة العربية إحنا أقوى جيش في المنطقة العربية وإحنا أقوى جيش في العالم الإسلامي ومش لدينا مخالب لدينا من الأنياب أكبرها نستطيع افتراس قوى ضخمة في المنطقة إن أردنا لكن مصر ما بتحبش الحرب تكره الحرب تخيل بقى أقوى جيش ما بيحبش الحروم يدفع عن البلد شعبها حدودها وكفاة ولا يتعالى على حد بقوته ولا يحاول إرعاب حد بقوته مش في المطلق إلا هيديقني هاكله وأقدر تعرف أنا وانا صغير من شخصا مسلم جدا بالمناسبة في حياتي لحد اللحظة دي مسلم جدا محبش أقرب من حد يعني بس ما تدسليش على طرف دستلي على طرف هكلك هكلك صاحي يعني وإيه يعني أنا تركبتي بتربيتي كده اللي هو إيه أنا مكمل لحد الآخر يعني هتعمل إيه أنا مكمل معك للآخر هاخد حقي هاخده فعلا أنا يعني ما هيش شجاعة ولا جسارة يعني سميها أي حاجة فيها غباوة أنا كده أنا الآخر فاما مصري بالمناسبة يعني ده فخري يعني مصري هتقرب هتجرب جاء مباشر بالمناسبة من تركيا المحاولات المستمرة لإنقاذ العليقين تحت الأنقاض رفع يعني أثار هذه الكارثة الإنسانية مشهد شديد الصعوبة وشديد الألم ولا أتمنى أبدا أنه يحصل في أي بلدة ولا في أي بقعة من بقاع العالم ولا أن يعاني أي شعب ولا أي مجموعة بشرية على هذا الكوكب من مثل ما تعاني منه شمال سوريا و تركيا